افتتح محافظ صلاح الدين مبنى بلدية ناحية الصينية مؤكداً أن حملة الأعمار وعوامل الاستقرار تسير بوتيرة متصاعدة واستمع المحافظ لشرح مفصل قدمه مدير الناحية وممثل صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة في المحافظة كجهة مشرفة وتنفيذية عن المبنى وما سيقدمه من خدمات للمواطنين وقدم عدد من أهل الناحية هدية تذكارية للمحافظ تعبيراً عن تقديرهم لجهوده ومتابعته للمشاريع التي تصب في خدمة أهل الناحية ورفق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور رائد إبراهيم مدير عام صحة المحافظة